خبر كمان هجوم النادي الاهلي او مهاجم النادي الاهلي الفترة الاخيرة يعني بقاله فترة ما بيقدمش العليق الاسماء الموجودة كلام بيتكلمه مبارح في مبارات مبارح صلاح محسن لازم ياخد فرصته او صلاح محسن بدأ يظهر بشكل جيد ولكن معاي خبر من سوبر كورا ايضا تكتبين سوبر كورا بيكشف حقيقة اقتراب الاهلي من التعاقد مع السومة عمر السومة طبعا مهاجم الاهلي السعودي بكلام عن ان هو النادي الاهلي بيفتح ملف التفاوض معاه او فيه مصدر بيقول ان مفيش اي اتفاق لضم عمر السومة المصدر من داخل النادي الاهلي والكلام يمكن يكون ان فعلا النادي الاهلي محتاج مهاجم الفترة المقبلة هل المقابل المادي بيخلي عمر السومة يبعد عن الاستعانة بخدماته للنادي الاهلي لا لو انتفق جدا مع الخبر ان هو الموضوع اصلا مفيش اتفاق معايا ومفيش مفاوضات معايا ان الموضوع يعني مجرد اسم من الاسماء اللي بنشوفها متدولة على السوشيال ميديا لان صعب جدا في الوقت ده ان الاهلي يقدر يتعاقد معايا والاهلي السعودي لو عنده نية للتفريط فيه كان الموضوع بقى ظاهر شوية من بدري كمان هو مرتبه كبير جدا هيبقى الموضوع صعب يعني انا شايف الموضوع صعب جدا لان لو الموضوع هيتطرح كان هيتطرح لما الاهلي السعودي كان عنده رغبة يضم على معلول مثلا من النادي الاهلي لكن انا متفق جدا مع الخبر ان الموضوع زي ما هو بيقول كده ان مصدر من الاهلي بيقول ان الموضوع صعب وان النادي سعودي بيرفد التفريط في خدماته وبيخلاف ردبه كبير فشايف لها الموضوع صعب جدا بعيد بعيد جدا واه طيب النادي الاهلي محتاج ان هو فعلا يدعم خط الهجوم هي على حسب لو هنقيم ازارو على الفترة الاخيرة فالاهلي محتاج يدعم هجومه لكن وليد ازارو يبقى هقال الفترة الاخيرة اللي هي انا اللي هي الفترة اللي فاتت السيزون اه السيزون اللي فات لو هنقيمه عليها فالاهلي خلاص محتاج بس وحتى في الفترة اللي هو بيضيع فيها هو بيخلق لنفسه الفرص وليد ازارو يبقى واحد من افضل موضوع وفين عنهاء الهجمات؟ دي مش دي زي ما هي 50% اللاعب 50% مدرب